لفقرتنا الأخيرة فقرتنا الأخيرة هي بتحكي عن الأطفال لهن شبابنا لهن مستقبلنا الواعد المشرق بالأمل ودائما يمكن خلال الظروف الصعبة مو بس الحجر بيطلب إعادة الإعمار وأيضا النقوص واليوم خلينا نحكي عن هيك بروحانية أكتر عن نشاطات مدارس يوم الأحد باستقطاب واحتضان الأطفال والأولاد ويمكن ضمن لمشاركات عديدة بدخل الكنيسة ونشاطات تانية لنستقبل سيدة سناء كلاس مسؤولة عن مدارس الأحد أهلا وسهلا فيك وكل عمو أنت بخير أهلا وسهلا فيك إنعاد علينا وعالبلد سيد بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية اللي ضل باقف معنا بهالمحنة بهالشي المرأنا فيه وكلنا كنا أيد واحدة أهلا وسهلا فيك بداية نحكي شوي عن مرحلة كتير حساسة هي مرحلة الطفولة اليوم كيف بترعو هاي الفترة أو الطفولة كيف اليوم بنحتضن هاي الفترة العمرية؟ بالنسبة للفترة اللي موجودة هلأ نحن هلأ عم نتعافى من الحرب ونشكر الله أنه وصلنا لهون بهالهمة والناس كلك أنا تفرحانة أنه نحن بلشنا نطلع من هاي المرحلة الصعبة ومتشوقة أنه نيرجع نشاط الأطفال نشاط التعليم الديني نشاط مدارس الأحد نحن بالنسبة لقلنا حاولنا بالبداية نجمع الشباب والشبيبة اللي قادرين يعطوا للأطفال شيء اللي قادرين يزرعوا كلمة يسوع المسيح من الأطفال وكلمة الإنجيل بعدين بلشنا نستقطب الأطفال من خلال برامج جديدة ومن خلال نشاطات شو هي هاي البرامج الجديدة؟ خلنا نعرف المشاهدين يعني مثلاً عملنا أول شيء للمراحل برامج للطفولة برامج للإعدادي برامج للسانوي وبرامج للجامعيين أحياناً بتكون البرامج تنطبق على واقع اللي نحن موجودين فيه وأحياناً بتكون جاهزة نحن حاولنا نعمل برامج جديدة لنطبقها على الواقع اللي نحن فيه ونطلع فيها من واقعنا للشيء واقع أحسن والمعلومة اللي كانت فأدينا الأطفال لفترة طويلة كتير بسبب الأزمة بسبب الحرب حاولنا نرجع نركز المعلومة نرجع نوزع البرامج بشكل متناسب مع الأعمار والحمد لله نجحنا بالمهمة بلشت الأهالي بلشت الناس تحس إنه بلشت التعليم يرجع بلشت الكلمة تنتشر من أول وجديد وتشجعوا بالإضافة للنشاطات اللي كانوا عم يعملوها الشباب والصبايا بالبداية وهلأ خلت كل الناس تحس إنه في شيء متكامل صار العمل متكامل مو بس تعليمي صار فيه تعليم فيه نشاط فيه مكافآت يعني خلينا العمل متكامل قامت الأطفال كلها صارت تحب ومتل ما بنعرف طفل بيجر طفل بيقل له أنا عم أمبسط أنا عم أستفيد كانت النتيجة من الأطفال ومن الأهالي كتير رائعة في السناء يمكن في كتير من الأطفال ما بيحبوا كتير يندمجوا بالمجتمع وبيحبوا إنه خلص لا بدي يضل بالبيت أو بدي عمي أو الأهل بفضلوا إنه خلص يضل بالبيت يعملوا له نشاطات خاصة اليوم يمكن كتير نحن بحاجة لدمج أي طفل بالمجتمع وخاصة أنه يمكن بالنشاطات الحلوية اللي عم تقوموا فيها اليوم أنتو دوركن لتوعية الأهل دوركن لدمج هذا الطفل يلي هو يمكن ما بيتقبل للآخر كيف يكون؟ في نحن الشغلة الإيجابية اللي صارت معنا إنه الأهل متفاهمين هذا الوضع كنا دايما على تواصل مع أي أهل طفلهم شوي صعب أو ما نحابب يندمج كنا ندرس شو حالته بالبيت شو بيحب نحاول نفرجي نعمل تواصل بين البيت وبين التعليم الثاني فبنطلع بنتيجة بيلاقي الطفل حاله إنه انتقل من بيت لبيت تاني وبهيش شي عم بيرغب وكل الطفل إلو حالي لحاله يعني المرشدين اللي عندنا موجودين كتير كتير بيتقبلوا إنه هذا الطفل وضعه هيك نتعامل معه بالطريقة كلانية تماماً الطفل الثاني وضعه غير يعني كل طفل إلو طبيعة لحاله إلو وضع خاص أطفالنا كمان تعبوا وطلعوا على كتير أمور بالحرف نحنا عم نحاول نطالعون من هاي الأمور وفهمون إنه الدنيا أحلى كتير كتير إيجابي تجاوب الأهل معنا ستناء يمكن خلينا هيك بس نتطرق لموضوع الأهل يمكن كتير في من الأطفال وخاصة يعني بس يصيروا صف خامس أو سادس ببلش ما يسمعوا كلمة أهلون ببلشوا يمكن شوي يبتعدوا عن المدرسة هذا عمر الطيش يعني طبعاً هون أنتو كيف دوركم بالتواصل مع الأهل أيضاً؟ تمام التواصل مع الأهل يكون تواصلنا مباشر معك حدا من هادو الأعمار بشكل فردي يعني منفهمون إنه إحنا مستوعبين هذا الموضوع ما منحاول نعطيهم أوامر أو شي منحاول نفتحهم المجال ليعطوا قاراقون شو بتحبوا يعني هلأ مثلاً بعد شوي عنا حفلة للطفولة صحيح؟ بهاي الحفلة إحنا ما فرضنا عليهم نوع الرأسة، نوع الفقرة شو بتحبوا تعالجوا نعلمهم إنه الموضوع بده دراسة فبيحسوا إنه عم يعطوا رأيهم تكبر شخصيتهم بحسوا بالاستقرار نعم أكيد يعني نحنا كنا عم نشوي خلال حديث عم نحكي عن فترة الحرب عم نحكي اليوم عن دور المرشدين كمان خلينا نحكي عن المرشدين كيفية ومختيارهم اليوم لا يقدروا يوقفوا أو يلبوا متطلبات هاي الحاجة بتاعهم مع الأطفال الشغلة الأولى بالمرشد حتى يتم اختياره ورغبته هو يعني شبابنا وصبايانا المجال قدامهم المفتوح منشوف إنه أي حدا منهم جاية عم يطلب إنه أنا حابب أشتغل بهذا المجال منقل له تفضل، منشوف شو أمكانياته بعدين بصير دورنا نحن بنوجههم إنه أنتوا غير المعلومة الدينية اللي عم نعطيها هالا الولاد بدكن تدرسوا حالة الطفل بدكن تتواصلوا معهم شوفوا هو ليش دايما مزعوج شوفوا نشاطه عنده أفراد عنده كذا نحن بنوجه المرشدين عشان يتواصلوا بشكل مباشر ويكونوا قريبين كتير من الأطفال من حياتهم الخاصة من حياتهم العامة لحتى يقدروا يستفيدوا من طاقاتهم من مواهبهم بيبقى المرشد عم يطلع على مواهب الأطفال ليقدر يوظف هالمواهب هاي وينميلوا ياها نعم ست سنة قبل ما نختم مع حضرتك يمكن العيد هو عيد للكل كتير من الأطفال عندهم ظروف صعبة ما بيقدروا يعيدوا كتير من الأولاد عندهم يمكن مشكلة ما بيقدروا يعيدوا خاصة يعني بالظروف يلي مرأنا فيهم اليوم أنتوا عاملين نشاطات مثل هيك رسائل وخاصة بالعيد نتقرب من بعض نقوم مع بعض قديش مهمة ولمين بتحب تواجه هاي الكلمة المعايضة الأخيرة هذا الموضوع كتير مهم والمرشدين اشتغلوا عليه بشكل كتير كتير كبير حاولوا انو يععموا يشوفوا شمين هنين العائلات اللي ما قادرة تعيد وعملوا شي وحصصوهم بالعيد ومحب وجه هالمعايضة لكل ولاد التعليم المرشدين والولاد الطايفة ولكون لسيات الدكتور بشار الأساد اللي على طول هو حامينا وعطينا الأمان لنقدر نقوم بهالرسالة أكيد يعني جهود كبيرة عم تقوموا فيها اليوم برعاية هاي المرحلة الحساسة وهي مرحلة الطفولة المدام سناء كلاس مسؤولة مرحلة الطفولة في مدارس الأحادة اللي التابع لمطرانية الروم الأرثوذس بحما شكراً كتير إليك ونورت صباح مع شبراً لكم شكراً لإلك السنة وإنتي بألف خير وإنتي سالمي يا رب يعني نيرمين لهون ما نكون وصلنا لختام مشوارنا الصباحي بهذه الحلقة الخاصة من مدينة حما الخاصة بالعيد إن شاء الله بنعهد على كل السوريين بألف خير تحيتنا أكيد لكل فريق العمل ومن لي لألكم إن شاء الله يا رب ينعهد عليكم وعلى سوريا بألف ألف خير ويناهد عليك يا رب ينعهد عليك إليا شكراً إليك أكيد تحية لكم مشاهدي الإخبارية السورية العيد اليوم كان مميز بحما وضوينا على نشاطات الكنيسة وضيوفنا اليوم تعرفنا على الكنيسة الموجودين فيها وحكينا وسمعنا فرقة المراسم تغطيتنا مستمرة بحما وبكرة رح نلاقيكم بتمام التاسعة صباحاً من حما أيضاً وبحلقة بالإعادة وبكرة حلقة جديدة عالتسعة الصبح ليا رح نسمع كمان فرقة المراسم اليوم ونختم معهم بآخر مقطوع ومع ذلك نودع المشاهدين باي باي شكراً لكم باي باي شكراً لكم 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 شكراً لكم